السلام عليكم اليوم سنكمل الموضوع الخاص بالشبابيك الخشبية ونركز في محضرة اليوم على شباك مشهور موجود في كل البيوتنا وهو شباك مركب من جزئين جزء الاول شباك فارغ زجاج ومعه الجزء المعروف باسم الشيش او كما نسميه علميا اللي هو شباك شيش شمسي الاول هنتكلم على الضرفتين الداخليتين طبعا مهم طبعا انه احنا بنصمم الشباك دوت نبقى عارفين ان بالتأكيد الضرفتين الزجاج عيكونوا ناحية الانتيريور والضرفتين الشمسية او اربع دولف اي ان كانت تصميم هكون ناحية الخارج اللي قدامنا دوت طبعا هو الضرفتين الداخليتين وزي ما احنا شايفين في الصورة ديت دوت الفريم او الحلق بتاع الشباك ومتكون هو من ضرفتين ودي العظم بتاع الضرفتين والضلف الزجاجية نفسها متقسمة تقسيمات اصغر شوية بحاجة اسمها سقاسات اللي احنا شايفين اللي ديتيلة بتاعتها على الشمال دي طبعا ده شكل السقاسة ودوت لحين الازاز فوق وتحت السقاسة ودي بكتات عشان نقفل على الازاز بعد ما يركب طبعا دي الدولف ديت اسمها فارغ زجاج او حشو زجاج اي ان كانت اسمية دي الدولف الداخلية الدولف الخارجية بتكون الشيش الشمسية بتاعنا وزي ما احنا شايفينها في الصور كده الشيش هو دولف زيها زي الدولف الزجاجية لها عضم داير ميدور وليها طبعا الورق او الشمسية بتاعتنا اللي هي ممكن تكون سابتة في انواع سابتة وممكن يتركب لها سيستم بحيث انها تبقى ميكانيكا يعني ممكن نرفعها الفوق والتحت مغير زوايا من يقول الايه الورق بتاع الشمسية دي هنا رسمة طبعا بتجمع الدولف الداخلية والخارجية زي ما احنا شايفين في البلان طبعا ادي الضلفتين الداخليتين الزجاج ودولف بيفتحوا هنجد مفصلية مفصلات للجوة وعندنا الدولف الخارجية عبارة عن شيش الشمسية وزي ما وجود في تصميم الشباك اللي قدامنا هما اربع دولف شيش شمسية وبالتأكيد هنجد مفصليين وبيفتحوا البر التفاصيل مش مختلفة كتير عن اللي احنا خدناه في المحاضرات اللي فاتت ومش مختلفة كتير عن الابواب الخشبية بس هو مهم جدا واحنا بنصمم الشباك دوت نبقى عاملين حسابنا من عرض الحل عرض الحل بحيث ان هو يكفي ان احنا يبقى عندنا دولف داخلية ومسافة فصلة ودولف خارجية لتفصيلة في الجزء بتاع العتب طبعا زي ما احنا شايفين تفاصيل متكررة من ابواب الخشبية ادي الحل بتاعنا سابت في المباني ودي ضلفة الزجاج الضلفة الزجاجية ادي العضم الخارجي او العضم العضو العلوي التوب رايلينج ودي لوح الزجاج ودي ربع العمود ودي اللي هي البر زي ما احنا خدناها قبل كده ونيجي بقى الجزء هنا اللي هي الضلفة الخاصة بالورق الشمسي طبعا نبقى مشكلين ممكن تفصيلة اللي قدامنا دية احد التفاصيل اللي ممكن نشتغل بيها ان التوب رايلينج بتاع الضلفة الشمسية يكون نفسها فيها التشكيل بحيث انا اخر واحد من الورق بتاع الشمسية طبعا اللي تحت ده هو ورق الشمسية زي التلاتة دول اخر واحدة ممكن تكون هي من ضمن العضم بتاع الضلفة بالشكل زي ده تفاصيل عند الحيطة مشابهة خالص لتفصيلة الخاصة بالباب الخشب وعندنا تفصيلة في المنتصف تفصيل المنتصف اللي هي بيبقى فيه شفتين كده تقابل الضلفتين مع بعض طبعا عشان ما يبقاش عندنا يعني فراغ يدخل منه النور او يدخل منه الهوى طبعا الباب دوت ده باب بلكونة ومشابه خالص للشباك الشي الشمسية طبعا لو الجلسة انخفضت لحد منسوب الارضية بنسميه باب بلكونة او باب شي الشمسية باب فارغ زغيج وشي الشمسية مهم جدا ان نخلي بالنا ان دايما اذا كنا هنعمل الورق بتاع الشمسية ثابت انه بتكون بيكون الفكرة ان اللي واقف جوه الفراغ يقدر يشوف الشارع اللي واقف جوه الفراغ ممكن يبص من بين الورق بتاع الشمسية بقى شايف الشارع فمهم جدا نبقى مركزين في زاوية الميل بتاع ورق الشمسية انها من جوه الانتيريور لبر الشي المهم كمان لما بنركب شباك او باب لبلكونة اذا كان سمك الحيطة كبير طبعا الباب او الشباك بيكون ملاصق للوجهة بتاعت الانتيريور زي ما احنا شايفين كده قدامنا ان الشباك هنا او الباب جاي ناحية الشمال خالص في اتجاه الانتيريور وبقية الحائط الخارجي بيكون سمكه البر اشتركوا في القناة